هلو فرانز النهاردة هناخد Tips and Tricks for Multiplication Table 2 علشان تعرفوا تحفظوه بسهولة وبسرعة يلا بينا نبتدي اول حاجة هنعملها هنرسم Table مكون من صفين 2 rows and 5 columns وخمس عوامين بعد كده هنروح لل Top Pro الصف الاول وهنكتب في Even Numbers 2, 4, 6, 8 وفي اخر باقس هنكتب 0 في خانة ال Units بعد كده هنروح لل Bottom Row وهنعمل بالزبط زي اللي عملناه فوق هنكتب Even Numbers 2, 4, 6, 8, and 0 في خانة ال Units بعد كده هنرجع لل Top Row وهنحط 0 في خانة 10 في كل الصف معادة اخر باقس هنحط فيه 1 في خانة 10 10 بعد ما خلصنا ال Top Row هنروح لل Bottom Row وهنكتب 1 في خانة 10 في كل الرو معادة اخر باقس هنحط فيه 2 في خانة 10 وبكده نكون حصلنا على Multiplication Table 2 Which is 2 times 1 equals 2 2 times 2 equals 4 2 times 3 equals 6 2 times 4 equals 8 2 times 5 equals 10 2 times 6 equals 12 2 times 7 equals 14 2 times 8 equals 16 2 times 9 equals 18 and 2 times 10 equals 20 So use it to memorize it استخدموا الطريقة دي عشان تسهل عليكم حفظ جدول ضرب 2 بسهولة وبسرعة ودلوقتي هناخد Tips and Tricks for Multiplication Table 3 اول حاجة هنعملها هنعمل جدول مكون من 3 rows and 3 columns 3 صفوف ثلاثة عواميد and 3 columns بعد كده هنبتدي من اول column من تحت خالص ونكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لحد ما نوصل لتالت column من فوق يلا بينا نشوف ازاي ونكتب 0 جنب الجدول من بره نبتدي من first row هنكتب zeros في خانة 10 بعد كده في bottom row هنكتب 1 في خانة 10 واخر حاجة في bottom row هنكتب 2 في خانة 10 وما تنسوش تكتبوا 3 جنب 0 which is 3 times 10 equals 30 وبكده نكون حصلنا على multiplication table 3 which is 3 times 1 equals 3 3 times 2 equals 6 3 times 3 equals 9 3 times 4 equals 12 3 times 5 equals 15 3 times 6 equals 18 3 times 7 equals 21 3 times 8 equals 24 3 times 9 equals 27 and 3 times 10 equals 30 so use this to memorize table 3 بكده هتسهل عليكو طريقة حفظ جدول ضرب 3 مالذي ثديد أحد ترجمة قانون 4 و ترجمة قانون إن car ترجمة قانون اشترك قانون like, subscribe, and see you in the next video. Bye-bye!